على فكرة الكلام اللي قاله كلام فعلا مهم جدا الكتير بيشوف دلوقتي انه الكيان الصهيوني الكيان اللي وسطينا الجسم الغريب وسطينا دي نهايته قربت لانه ابتدى يضعف وابتدى يضعف جامد الناس اللي جوه الكيان خلاص ما بقوش حاسين بالامان ممكن يتضربوا في اي لحظة ممكن يتضربوا في اي وقت الناس دي يا جماعة مش قاعدين في ارضهم الناس دي معاهم باسبور تاني يسافروا بكرة الصبح لكن اهل غزة واهل فلسطين ما عندهمش باسبور تاني ما عندهمش غيروا بس باسبور فلسطيني ما عندهمش للارض اللي هم قاعدين عليها الناس التانية اللي في الكيان عندهم باسبور تاني يجايين بي فما عندوش استعداد يموت يموت ليه ما انا سافر بلدي لانا جاي منها انا موت ليه وقت العيالي ليه عدد في جيش هذا الكيان وانا ببقى آسفة وانا بقول جيش بس يعني في الجيش هذا الكيان عدد المجندين اللي دلوقتي بيخرجوا ومش عايزين وبيهربوا من التجنيد وبيهربوا من الجيش الإسرائيلي ومن الجيش هذا الكيان كبير جدا همش عايز يموت يموت ليه هو ما عندوش قضية بيدفع عنها ما عندوش هتيجي تقول لي اليمين المتطرف اللي هناك هفهمك شوية هو عندو شوية حاجات متربي عليها من هو صغير عقد ومتربيين بشكل معين كده فهفهمك لكن الناس العادية اللي هناك ما عندوش سبب يموت عشانه بصوا الناس كم المظاهرات اللي في الشوارع في إسرائيل شكلها عامل ازاي والتكسير اللي بيحصل والمظاهرات الفضيعة لو حضراتكم بتتابعوا المشاهد عشان كم حد مخطوف بقاله فترة عشان الأسرة عشان ولادهم بصوا أهل فلسطين بيموت منهم كل يوم قد ايه وصبرين وبيقوموا بصوا الفرق عشان ده قاعد في أرضه وده قاعد مش في أرضه ممكن يمشي بكرة الصبح ف توقعات كتير بتقول انه هذا الكيان خلاص قرب ينتهي الواحد مش عارف الكلام ده ينفع يقوله ولا ما ينفعش يقوله بس لما الكيان يكون ضعيف بهذا الشكل وهش بهذا الشكل مش المفروض ان احنا كلنا كوطن عربي يعني هو ده الوقت هو الكيان ده الوقت فعلا ضعيف داخليا وخارجيا ضعيف مش ده الوقت اللي احنا نتحت فيه كلنا مارفش